من ميدان التحرير إلى القصر ومن القصر إلى السجن ثم إلى القبر أثناء محاكمته مات محمد مرسي الذي كان أول رئيس منتخب في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 مات بعد رحلة طويلة ربما عبرت في رأي مراقبين عن مسيرة الربيع العربي منذ اندلاع شرارته وحتى سكونه قهرا تحت صياط الثورات المضادة ولد مرسي عام 1951 بمحافظة الشرقية المصرية وحفظ فيها القرآن الكريم قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليدرس الهندسة بجامعتها ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء ومن ثم عمل بالتدريس في عدد من الجامعات الأمريكية انتمى مرسي لجماعة الإخوان المسلمين منذ سبعينيات القرن الماضي وكان عضوا بقسمها السياسي منذ نشأته ثم عضوا بمكتب الإرشاد كما نشط في العمل الاجتماعي والخدمي ومقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني انتخب عضوا في البرلمان المصري وترأس الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان كما كان عضوا في المؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية واختير أفضل برلماني في العالم عبر أدائه البرلماني في تلك الفترة شارك في تأسيس الجمعية المصرية للتغيير مع الدكتور محمد البرادعي وآخرين عام 2010 كما شارك في تأسيس حزب الحرية والعدالة وانتخب رئيسا له منذ تأسيسه انتخب مرسي رئيسا لمصر وقضى في السلطة عاما واحدا قبل أن يعزل بانقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومن ثم اعتقل مرسي وأخضع لمحاكمات أدانتها كثير من المنظمات الحقوقية حول العالم بل إنه قد شك مرارا أثناء جلساتها من تعرض حياته للخطر في محبسه برغم ذلك ظل مرسي قيد الحبس الانفرادي لست سنوات حتى وافته المنية أثناء جلسة محاكمته لتفتح وفاته أبواب تساؤلات شتى عن تطورات الأوضاع في مصر ومآلاتها داخليا وإقليميا